تسريب معلومات سرية للغاية خاصة بحرب غزة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو تل أبيب تؤكد أن تلك التسريبات تضر بأهداف الحرب على قطاع غزة المعارضة الإسرائيلية تهاجم مكتب نتنياهو وتؤكد مسؤوليته الشخصية عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه الحقيقة دائما ما يدعي نتنياهو أنه يحافظ على الأمن القومي الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي ولكن هذا الادعاء بعد تعيينه متحدثا أمنيا دون قرار إداري من السلطات الإسرائيلية ينفي خوف نتنياهو تماما على الأمن القومي الإسرائيلي النهاردة كشفت وسائل إعلام عبرية عن تصرف خطير ربما يتحول إلى جريمة يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في حق الشعب الإسرائيلي فدائما نتكلم عن الجرائم التي يرتكبها بنيمين نتنياهو في أهلنا في غزة وي في لبنان لكن هذا التصرف يضر بالأمن القومي الإسرائيلي وتلك الجريمة اليوم في حق الشعب الإسرائيلي لهذا التصرف تسبب في تسريب معلومات سرية خاصة بحرب غزة من داخل مكتب بنيمين نتنياهو مسؤولين إسرائيليين قالوا أن مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو هو أحد المشتبه بهم اللي تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني مزعوم شمل تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية من مكتب نتنياهو موقع أكسس الأمريكي أكد النهاردة أن تلك الاعتقالات تمثل أكبر فضيحة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في قطاع غزة الموقع الأمريكي تساءل إذا كان نتنياهو على علم أو متورد في هذه التسريبات والتي يبدو أنها تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي وده لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق صراح الرهائم المحتجزين لدى حركة حماس وإرساء وقف إطلاق النار في قطاع غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح التحقيق بشأن تسريب معلومات سرية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه المعلومات قد تضر بخطط الحرب في قطاع غزة هذه التسريبات عصروا عليها فين وإزاي الوسائل الإعلام العبرية كشفت النهاردة أن هذه التسريبات وجدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة السلطات الإسرائيلية أعلنت توقيف عدد من المشتبه بهم في هذه القضية صحيفة The Times of Israel قالت أن تلك الكذبة التي كشفت نتنياهو هنا وهو نفيه أنه تم توقيف أي أحد من مساعدين نتنياهو نفى أن تم توقيف أي أحد من مساعدين في تلك القضية والطبيعي هنا أن نتنياهو طبعا ينفي هذا التسريب حتى لا يتم كشف خطأه الفادح في حق الشعب الإسرائيلي قاضي في محكمة بممطقة ريتشون لاتسون أكد أنه خلال الأسبوع الماضي بدأ جهاز الأمن العام الإسرائيلي تشابك والشرطة والجيش الإسرائيلي تحقيقات مشتركة في تلك القضية القاضي قال أن مشتبه به قام بخرج لمعلومات أمنية حساسة بشكل غير قانوني من داخل مكتب نتنياهو السلطات الإسرائيلية تشتبه في أن تلك التسريبات أضرت بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة القضاء الإسرائيلي وصف تلك المعلومات المسربة بأنها سرية للغاية في محاولة طبعا للهروب من المسئولية مكتب نتنياهو النهاردة أصدر بيان قال فيه أنه لم يتم توقيف أي من المساعدين في قضية المعلومات المسربة أو تلك التسريبات مكتب نتنياهو كمان قال أنه لم يكن مصدرا لأي تسريب بهذا الشأن مكتب نتنياهو أكد كمان أن دي محاولات لتشويه صورة مكتبه وحاول نفي التأصير في هذا الأمر هيئة البس الإسرائيلية قالت النهاردة أن قضية تسريب المعلومات السرية أحدثت توطرات غير مسبوقة بين المستوى السياسي والعسكري في الداخل الإسرائيلي ضعيم المعارضة يائر لبيد شن هجوم حاد على نتنياهو وقال أن تلك القضية تتعلق بالعلاقة الوفيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء الإسرائيلي والوزد المرافق لي لبيد قال أن نتنياهو يحاول كعته أن ينقى بنفسه عن الأمر ويلفي المسئولية على الآخرين لبيد قال كمان أن نتنياهو مسئول شخصيا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتمه وكمان أكد أنه يبدو أن إسرائيل لديها أعداء في الداخل أكثر خطرا من أعداءها في الخارج وكمان زعيم المعارضة الإسرائيلية أكد أن هذا الخطر يهز أسس وثقة مواطني إسرائيل في طريقة نتنياهو لإدارة الحرب في قطاع غزة وفي التعامل مع القضايا الأكثر حساسية والقضايا الأمنية الخطيرة أيضا رئيس كتلة الوحدة الوطنية في إسرائيل بني جانس كان لي تعليق وأنه حمل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مسئولية ما يحدث سلبا أو إجابا هيئة البس الإسرائيلي أكدت أن إحدى الوثائق تصربت عن طريق المتحدث باسم الشؤون الأمنية الذي يعمل في مكتب نتنياهو منذ عام هيئة البس أيضا أكدت أن المتحدث باسم الشؤون الأمنية اللي عينه نتنياهو استمر في العمل لصالح نتنياهو بالصفة غير رسمية وأن رئيس الوزراء كان يحاول فيها الأشهر الأخيرة توظيفه كمستشار خارجي مما يسمح له بالحصول على أجر مقابل خدماته وهذا المتحدث هو المسئول الأول عن أو المشتبه به المسئول الأول عن التسريبات شارك بانتظام فيه مشاورات طبعا مع رئيس مكتب نتنياهو بخصوص الحرب وكمان زار مواقع عسكرية خاصة بجيش الاحتلال وشارك في العديد من الاجتماعات في المجلس المصغر للحرب على غزة وبالتالي هو المشتبه به الوحيد اللي ممكن التحقيقات الإسرائيلية تقف عنده وتؤكد أنه هو المشتبه به في أو صاحب هذه التسريبات دي كانت قصة تسريبات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والخطأ الكبير اللي قام به رئيس الوزراء بتعييم وتحدث أمني دون موافقة الجهات الأمنية واللي انتهى الأمر به إلى تسريب معلومات خطيرة وحساسة بخصوص الحرب أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء